وفي أول أيام عيد الفطر المبارك تواصل مصر جهودها لدعم الفلسطينيين في غزة عبر استمرار تشغيل المنافذ البرية بأقصى طاقتها لإدخال المساعدات إلى القطاع واستقبال المصابين والعالقين نتابع المزيد من التفاصيل مع مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح محمد جمال محمد بعد التحية آخر المستجدات لديك في الفترة الأخيرة والجهود المصرية في الأوين الأخيرة ووصولا إلى أول أيام عيد الفطر المبارك نعم كريم جديد المشهد هنا في ميناء رفح وكرم أبو سالم هو دخول 196 شاحنة من ميناء رفح وكرم أبو سالم من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة ما بين أغذية وأدوية ومحروقات دخلت منذ الصباح وحتى تحرير هذه الرسالة 196 شاحنة وبدأ المعبر في استقبال المصابين وصل أحد المصابين منذ قليل هو من مصاب تلك الحرب وخضع للفحوصات الأولية ويستعد الآن لنقله لإحدى المستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الطبية هنا في معبر رفح البري هناك حرص تام من العاملين بالمعبر على إنفاذ المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة بصورة عاجلة وتكثف أجهزة الدولة المختلفة من جهودها لتقديم كل أوجه الدعم من خلال تلك المساعدات بالطبع للشعب الفلسطيني الذي يعاني جراء هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر وخلفت عددا كبيرا من الشهداء والمصابين فيما تصطف كثير من الشاحنات في انتظار الإذن لها بالدخول إلى قطاع غزة هذا في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على عرقلة دخول تلك المساعدات لكن الدولة المصرية حريصة على إدخال تلك المساعدات بشكل عاجل هذه المساعدات قبل الدخول إلى قطاع غزة تمر بمرحلة من التدقيق لفحصها قبل الدخول لكن بالطبع حرص الدولة المصرية مستمر منذ بدء هذا العدوان ومستمر حتى هذه اللحظة في تقديم كل أوجه المساعدة على مستوى الأغذية التي تجاوزت المائة وخمسين ألف طن أو الأدوية التي تجاوز عددها الاثنى عشر ألف طن أو حتى على مستوى المساعدات الإغاثية وسيارات الإسعاف التي تجاوز عددها المائة وثلاثة وعشرين سيارة إسعاف حرص كبير من العاملين بالمنافذ ومعبر رفح ومعبر كرب أبو سالم لتقديم كل الدعم اللوجستي لتسهيل دخول هذه السيارات التي تحمل مختلف احتياجات الشعب الفلسطيني كريم نعم من معبر رفح مراسل القاهرة الإخبارية محمد جمال شكرا جزيلا لك